أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنتناول من خلالها تصحيحا لعناصر الفرد الكتابي الأول نموذج الأول الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية لمستوى الجدع المشترك للأداب الدورة الأولى برسم الموسم الدراسي 2022-2023 بحول الله إذن منسبة الوضعية الاختبارية الأولى تتعلق بمادة الجغرافية من خلال الشغال بالوثائق الوثيقة الأولى كما تلاحظوا عبارة عن نص جغرافي منطوقه تصف الجغرافية مختلف مناطق سطح الأرض وهي دراسة وبقدر الإمكان تفسير للظواهر الطبيعية والسياسية والاقتصادية في علاقتها بالمكان وفيما بينها وهي أيضا العلم الذي يصف ويحلل التحولات المكانية للظواهر البشرية والطبيعية على سطح الأرض وترتبط الجغرافية بالأرض وعلومها كما ترتبط أيضا بالعلوم الإنسانية وتهديف إلى إبراز ومحاولة تدقيق طبيعة وكثافة العلاقات والروابط التي تطبع حياة المجتمعات البشرية وتكيفها وتتحدد هذه العلاقات في نطاقات متذرجة علىها الكرة الأرضية الجغرافية العامة موسطها القارات وأشباهها الجغرافية النطاقية وأسفلها المجالات المكانية الجغرافية الإقليمية المرجع نمر بعد ذلك لقراءة الوثيقة الثانية أيضا نص جغرافي منطوقه من مميزات العلوم الاجتماعية عموما والجغرافية خصوصا في السبعينات من القرن الماضي تقربها إلى المجتمع والانكباب على همومه والاطلاع على مشاكله بغية المشاركة في تصور الحلول لها لكن هذا الاهتمام لم يشمل في الواقع كل القضايا التي كانت تشغل بالرأي العام بل كذا ينحصر في قضية كبرى قضية العذالة الاجتماعية إضافة إلى تناول موضوع البيئة الذي أصبح كما نعلم من مشاغل المجتمعات العصرية وأحد مصادر قلقها الكبرى وذلك من أجل التعريف بمشاكل البيئة وطرق مواضع محددة يدور أكثرها حول مشكلة الطاقة وطرق استعمالها وما يترتب عنها من آثار المرجع إذن بعد مقرنا الوثيقتين المطلوب منا هو أن نجيب عن الأسئلات الآتية أولا أن نضع الوثيقتين في سياقهم الجغرافي والمقصود طبعا بالسياق الجغرافي الموضوع أو الظاهرة الجغرافية المتناولة في كلتا الوثيقتين إذا رجعنا الوثيقة الأولى فهي تتناول مفهوم علم الجغرافية ثم أيضا أقسامها الكبرى أما الوثيقة الثانية فهي تتناول أساسا المواضع التي تطرقها الجغرافية أو التي تتناولها إذن بالمجمل فالسياق الجغرافي الذي يكون دائما واحدا بصرف النظر عن عدد الوثائق إذن مفهوم علم الجغرافية وأقسامها الكبرى والمواضع التي يتناولها علم الجغرافية السؤال الموالي يتعلق بتعريف ما تحتخط تعريفا جغرافيا إذن يتعلق الأمر بمفاهيم ومصطلحات جغرافية ألا وهي أولا جغرافيا ثم المفهوم الثاني ألا وهو المصطلح الثاني ألا وهو الألبيئة إذن ما المقصود بالجغرافيا إذن من خلال طبعا الوثيقة الأولى إذن الوثيقة الأولى هي تضمن تعريفا للجغرافيا إذن يكفي أننا نستند على مضبون الوثيقة لاستخراج التعريف إذن فتعريف الأول أن الجغرافيا هي علم يقوم بوصف ودراسة مختلف مناطق سطح الأرض وتفسير الظواهر الطبيعية والسياسية والاقتصادية في ارتباطها بالمكان إذن هذا التعريف الأول وممكن أيضا أن نعرف الجغرافيا لأن العلم الذي يصف ويحلل تحولات المكانية للظواهر البشرية والطبيعية على سطح الأرض إذن هنا المفهوم يعني تعريفه موجود في الوثيقة إذن يكفي أعادة صياغته إذن فالجغرافيا علم يصف ويحلل كما قلنا التحولات المكانية المجالية للظواهر الطبيعية والبشرية لسطح الأرض أما البيئة فهي الوسط أو المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية بالنسبة للسؤال الثالث يتعلق باستخراج معطيات مضمنة في الوثيقتين كما يلي أليف من الوثيقة الأولى أهداف الجغرافية وأقسامها ثم باء من الوثيقة إثنان المواضيع التي تدرسها الجغرافية إذن برجعنا إلى الوثيقة الأولى فمن أهداف طبعا الجغرافية إبراز ومحاولة تدقيق طبيعة وكثافة العلاقات والروابط التي تطبع أو تميز حياة المجتمعات البشرية وتكيفها بمعنى العلاقات والروابط ما بين مختلف الظواهر سواء كانت بشرية أو طبيعية لسطح الأرض ثم أيضا تحديد أبعاد هذه العلاقات من ناحية الجغرافية أما بالنسبة إلى أقسام الجغرافية كما هي محددة في الوثيقة فهي الجغرافية العامة ثم أيضا الجغرافية النطاقية ثم أخيرا الجغرافية الإقليمية إذن ما هي المواضيع التي تتناولها الجغرافية؟ إذن من خلال هذه الوثيقة هناك الموضوع الأول الذي يتعلق بقضية العدلة الاجتماعية من خلال التركيز على مشكلات المجتمع المعاصر وبمحاولة إيجاد حلول لها أما الموضوع الثاني فهو البيئة خصوصا ما يتعلق بالمشكلات البيئية وكذلك ما يتعلق بمشكل الطاقة وطرق استعمالية وأيضا الآثار التي تترتب عنها إذن الجواب سيكون بهذه الكيفية أو ما يفيدها إذن فالجغرافية التهديفة كما قلنا إلى إبراز وتدقيق طبيعة العلاقات والروابط التي تميز حياة المجتمعات الإنسانية وهي أقسام ثلاث وهي الجغرافية العامة النطاقية والإقليمية والجغرافية أيضا تدرس موضوعين أساسيا هما العدالة الاجتماعية وكذلك موضوع البيئة إذن بالنسبة للسؤال الأخير فيتعلق بإنتاج فقرة اعتمادا على المكسسابات تبرزون فيها خصائص تداريس الجبلية وأهميتها من ناحية الاقتصادية إذن هنا الخصائص التداريس الجبال وأهميتها من ناحية الاقتصادية وذلك من خلال ربط بين مختلف الأفكار والعناصر إذن ما يميز تداريس الجبلية للرتفاع ووجود قيمة محددة كذلك سفوح شديدة للانحضار وتعمق الأودية نشير أيضا إلى أن الجبال حيما من ما تنتظم على مسافة طويلة تكون سلسلة جبلية ونعطيه بعض الأمثلة مثل سلسلة جبال أطلس وسلسلة جبال الروكي منسبة الأهمية الاقتصادية للتداريس الجبلية فهي مصدر مهم للمياه العذبة وأيضا مكمل معادن ومصادر الطاقة مجال للسياحة والترفي وأيضا لممارسة بعض الرياضات كتسلق الجبال والتسحلق على الثلج وغيرها نمر بعد ذلك إلى الوضعية الثانية وهي مادة التاريخ من خلال تحرير الموضوع المقالي إذن نصل الموضوع الذي أقترح عليكم شهدت أوروبا في بداية العصر الحديث وتحديدا خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر تحولات سياسية واجتماعية هامة إذن المطلوب هو كتابة مقال تاريخي من مقدمة وعرض وخاتمة تبرزون فيه ما يلي مظاهر تحولات الاجتماعية والسياسية بأوروبا ثم الأسباب المفسرة للتحولات الاجتماعية إذن كما كي يظهر من خلال الموضوع أن المقال سنجيب فيه عن سؤالين أساسيين أولا تحولات الاجتماعية والسياسية في أوروبا العصر الحديث وفي الفقرة الثانية الأسباب المفسرة للتحولات الاجتماعية تحديدا طبعا من خلال السحضار للحادث الأساس وتأثيره زمنيا ومكانيا إذن أوروبا كما كان وبالنسبة للإطار الزمني ما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر وأما لحادث الأساس فيتعلق بتحولات السياسية والاجتماعية في أوروبا كما قلنا في بداية العصر الحديث طبعا الإجابة عن السؤال تتطلب مننا أننا نهتم بالجوانب ذي المقال من ناحية المعرفية التزام بما هو مطلوب من ناحية المعرفية وأيضا من ناحية المنهجية تحرير مقدمة مناسبة طرح الإشكال في صغير السفامية والإجابة عن هذا الإشكال في العرض التحليلي مع ضرورة الربط بين الأفكار والمعلومات باستخدام الأسلوب الشخصي وأخيرا الجانب الشكلية ما يتعلق بتنظيم ورقات التحليل إذا المقدمة ما يفيد هذه الصغة إذن شهدت أوروبا بين القرن الخامس عشر والسادس عشر تحولات اجتماعية بظهور طبقات جديدة وتراجع طبقات أخرى وتشكل أيضا الدولة الحديثة ثم نطرح السؤالين في صغة استفاهمية إذن ما هي مظاهر هذه التحولات من ناحية الاجتماعية والسياسية وما هي أسباب هذه التحولات الاجتماعية إذن ضمن الفقرة الأولى إذن أهم التحولات الاجتماعية التي يعني ظهرت في أوروبا العاصر الحديث ترتبط بظهور طبق البرجوازية التجارية بالمدن أساسا حيث أصبحت متخصصة في الأنشطة التجارية وأيضا الأعمال المرتبطة بالسيرفة امتلكت السفون والشركات التجارية وسعت إلى مراكمة الثروة وشغل المناصب المرموقة من ناحية السياسية والاجتماعية طبعا بالنسبة للتحول الثاني يرتبط بتشكل الطبقة العمالية القادمة من الأرياف وأيضا التراجع التدريجي لمكانة طبقة النبلة أو الطبقة الإرستقراطية بالنسبة للتحولات السياسية فهي ارتبطة بنشوء الدولة الحديثة وفق مجموعة من المقاومات والمرتكزات أهمها سيادة نظام الحكم الملكي المطلق الولاء للأمير أو الملك بدل الكنيسة ثم القضاء على النظام الفيودالي أو النظام الإقطاعي في أوروبا والحيز الجغرافي والشعب الشكلين الذين اتخذتهم الدولة في أوروبا هي الدولة المدينة وهو النظام الذي كان سائدا في إيطاليا وألمانيا والشكل الثاني الدولة الأمة والدولة الوطنية والدولة القومية وهو النظام الذي ساد في فرنسا وإسبانيا وإنجلاتير من سبيل الفقراءة الثانية بما نفسر هذه التحولات الاجتماعية كما كي يبان من خلال الموضوع هذا بدأ أن نهتم باللغة التي نكتب بها وأيضا ضرورة استعمال أسلوب الشخصي والتمييز بين الفقراءات إذن بما نفسر هذه التحولات الاجتماعية أولا بنهيار النظام الفيودالي لأن النظام الفيودالي كانت فيه الأرض هي المصدر التروى وأساس العلاقات الاجتماعية القائمة أنذاك والانتقال إلى الاعتماد على الاقتصاد التجاري يعني تحول الاقتصاد الأوروبي من الاقتصاد الزراعي يعتمد على الأرض إلى الاقتصاد تجاري يعتمد على المدن والموانئ خصوصا بعد اكتشاف العالم الجديد ازدهر التجارة المثلتية وهنا المقصود بالتجارة المثلتية يعني بين القارات الثلاث أوروبا، إفريقيا وأسيا شرقا وبين أوروبا وإفريقيا وأمريكا أو العالم الجديد غربا وأيضا فرار الأقنان والفلاحين نحو المدن هربا من جور الأسيد وغيرها من الأسباب إذن كخاتمة دائما خاتمة تكون عبارة عن استخلاص قيمة وامتداد إذن شكلت تحولات الاجتماعية مظهرة من مضاير الحداثة الأوروبية وأيضا رافقتها تحولات سياسية بالغة الأثار والأهمية ثم نطرح سؤالا على سبيل الختم إذن ما هي مظاهر تطور الفكر السياسي بأوروبا خلال العصر الحديث إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه ونوفق في تبليغ مضامن وعنصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسيلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حسة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته